السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من الدروس المصورة في مادة الرياضيات لطلاب الصف الثامن بعنوان حل أنظمة معادلات بالحذف الجزء الثاني وهو الدرس الرابع من الوحدة الرابعة أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو أعزائي الطلاب أولا حل أنظمة معادلات بالحذف من خلال استعمال الطرح ثانيا حل أنظمة معادلات بالحذف من خلال استعمال الضرب نبدأ درسنا اليوم بهذه التهيئة من خلال طرح السؤال التالي أوجد ناتج ما يلي أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الإجابة بالنسبة للمقدار Y-5Y تعلمون جيدا أعزائي الطلاب أن الفرق بين الحد A والحد B مساوين لمجموعة الحد A والنظير الجمعي للحد B أي negative B وبالتالي Y-5Y equals Y plus negative 5Y الحد الأول Y مساوين ل1 times Y أي أن Y-5Y equals 1Y plus negative 5Y الآن وباستعمال التحليل A times C minus B times C equals C بين قوسين A minus B يصبح المقدار 1Y plus negative 5Y equals Y times بين قوسين 1 plus negative 5 which is equal to Y times negative 4 أي negative 4Y إذن Y-5Y equals negative 4Y أما بالنسبة للمقدار negative بين قوسين 2X plus 3X فيمكن كتابته كالتالي negative 1 times بين قوسين 2X plus 3X الآن وباستعمال الخاصية التوزيعية التي تنص على أن C times بين قوسين A minus B equals AC minus BC وبعد توزيع negative 1 على كل من الحدين 2X و3X يصبح المقدار negative 1 times بين قوسين 2X plus 3X equals negative 2X minus 3X وبنفس الطريقة وباستعمال المساواة التالية سنجد أن المقدار negative 2X minus 3X equals negative 2X plus negative 3X الآن وباستعمال التحليل سنجد أن negative 2X minus 3X equals X times بين قوسين negative 2 plus negative 3 which is equal to X times negative 5 أي negative 5X يعني أن negative 2X minus 3X equals negative 5X ننتقل الآن إلى المثال 2 صفحة 29 من الكتاب المدرسي وهذا نصر تساعد هدى أخاها الصغير في تعلم جمع الأعداد النسبية أعطت أخاها 20 بطاقة وكتب على كل منها 0.05 أو 0.01 وطلبت منه إيجاد مجموعة الأعداد المكتوبة على البطاقات قال أخو هدى إن مجموعها هو 0.68 كيف يمكن لهدى حل نظام من معادلتين للتحقق مما إذا كان أخوها قد جمع بطريقة صحيحة أم لا الحل حسب معطيات المسألة فإن هدى أعطت أخاها 20 بطاقة وكتب على كل منها 0.05 أو 0.01 والذي قال بدوره أن مجموعها هو 0.68 أما المطلوب فهو حل نظام من معادلتين للتحقق ما إذا كان أخو هدى قد جمع بطريقة صحيحة أم لا إذن في الخطوة الأولى من الحل أكتب نظاما من معادلتين لربط عدد البطاقات المكتوب عليها 0.01 بعدد البطاقات المكتوب عليها 0.05 وبالتالي ليكون X المتغير الذي يمثل عدد البطاقات المكتوب عليها 0.01 و Y المتغير الذي يمثل عدد البطاقات المكتوب عليها 0.05 ومنه فإن X plus Y equals 20 حيث يمثل العدد 20 عدد البطاقات الكلي كذلك 0.01 ضرب عدد البطاقات التي كتبت عليها هذه القيمة العددية أي X بطاقة plus 0.05 ضرب عدد البطاقات التي كتبت عليها هذه القيمة العددية أي Y بطاقة equals 0.68 حيث يمثل العدد 0.68 مجموع الأعداد المكتوبة على البطاقات لحذف الفاصلة اضرب طرفي المساواة في 100 فنحصل على المساواة التالية 1X plus 5Y equals 68 أي X plus 5Y equals 68 وهكذا عزائي الطلاب لكون قد كتبنا نظاما من معادلتين يمثل المعطيات الواردة في المسألة الآن هل يمكن حل نظام المعادلات باستعمال الجمع؟ ممتاز كلا لا يمكننا حل هذا النظام باستعمال الجمع لأنه لا يتضمن حدودا متعاكسة مجموع هازير لاحظ جيدا ما العلاقة بين الحدين الذين يتضمنان المتغير X في المعادلتين؟ أحسنتم نلاحظ أن الحدان متساويان في الخطوة الثانية من الحل احذف أحد المتغيرين نلاحظ هنا أن الفرق بين معاملي الحد X هو 0 وبالتالي طبق خاصية الطرح للمساواة لطرح المعادلتين وحذف X من خلال طرح كل حد في المعادلة الثانية من الحد المشابه له في المعادلة الأولى لنحصل على X minus X equals 0 وبما أن Y minus 5Y equals negative 4Y و20 minus 68 equals negative 48 فإن ناتج عملية الطرح سيكون مساوي ل 0 minus 4Y equals negative 48 أي أن negative 4Y equals negative 48 الآن لعزل المتغير Y سنقسم طرفي المساواة على negative 4 بعد التبسيط سنجد أن Y equals 12 أحد الطلاب ممكن أن يتسائل فيقول ماذا سيكون الحل لو أنك طرحت المعادلة الأولى من المعادلة الثانية؟ رائع بالطبع سيبقى الحل هو نفسه لأن تغيير موقع المعادلتين في الحذف لا يغير في الحل ممتاز في الخطوة الثالثة من الحل أوجد قيمة المتغير الآخر وذلك بالتعويض عن قيمة Y في أي معادلة من المعادلتين مثلا لو اخترنا المعادلة X plus Y equals 20 بعد التعويض تصبح X plus 12 equals 20 لعزل المتغير X سنطرح 12 من طرفي المساواة بعد التبسيط سنجد أن X equals 8 إذن يكون أخو هدى قد جمع بطريقة صحيحة إذا كانت هدى قد أعطته 8 من البطاقات المكتوب عليها 0.01 و12 من البطاقات المكتوب عليها 0.05 ننتقل الآن إلى المثال 3 صفحة 29 من الكتاب المدرسي وهذا نصه الفرق بين طول وعرض المستطيل المجاور هو 3 سنتيمتر المطلوب ما طول المستطيل وما عرضه الحل في الخطوة الأولى اكتب نظاما من معادلتين للربط بين الطول L والعرض W لذلك هل تستطيع عزيزي الطالب أن تكتب محيط المستطيل بدلالة طوله وعرضه؟ أحسنت يمكن أن تكتب مثلا محيط المستطيل equals مثلي الطول بلاس مثلي العرض وبما أن L ترمز لطول المستطيل وW ترمز لعرضه فإن 2L plus 2W equals 26 من جهة أخرى وحسب المعطيات الواردة في نص المسألة فإن الفرق بين طول وعرض المستطيل مساوي ل3 سنتيمتر وهكذا نكون قد كتبنا نظاما من معادلتين للربط بين طول وعرض المستطيل في الخطوة الثانية من الحل احذف أحد المتغيرين لاحظوا هنا أعزائي الطلاب أن معاملة L وW ليس متساويين وليس متعاكسين لذلك اضرب أحد المعادلتين أو كلتيهما في عدد بحيث يصبح معاملي أحد المتغيرين متساويين أو متعاكسين وبالتالي يكفي أن تضرب كل حد في المعادلة الثانية في 2 ليصبح معاملي W كل منهما معكوس للآخر لنحصل على المعادلة التالية 2L-2W equals 6 ليصبح النظام مكون من المعادلتين التاليتين 2L-2W equals 26 و2L-2W equals 6 الآن لنحاول الإجابة على هذا السؤال استعمل البنية كيف يطبق ضرب كل حد في المعادلة خاصية الضرب للمساواة أحسنتم تنص خاصية الضرب للمساواة على أن ضرب كل حدود معادلة ما في نفس العدد عدد صفر يعطي معادلة مكافئة لتلك المعادلة مما يعني أن النظام يبقى هو نفسه كذلك ما هو العدد غير العدد 2 الذي يمكن أن تضرب فيه المعادلة الثانية وتستعمل الحذف لحل نظام المعادلتين رائع يمكن أن تضرب بالعدد سالب 2 ثم تجمع أو تطرح المعادلتين الآن وبالرجوع لهذا النظام ما هي العملية الحسابية التي يمكنك استعمالها لحذف أحد المتغيرين؟ ممتاز أكيد لحظتم أن معاملاء المتغير W الآن أصبح متعاكسين إذن سنستعمل الجمع لحذفه بعد الجمع إذن سنحصل على 2L plus 2L equals 4L plus 2W plus negative 2W equals 0 equals 26 plus 6 equals 32 يعني أن 4L equals 32 لعزل المتغير L سنقسم طرفي المساواة على 4 بعد التبسيط سنجد أن L equals 8 في الخطوة الثالثة من الحل أوجد قيمة المتغير الآخر وذلك بالتعويض عن قيمة L في إحدى المعادلتين مثلاً لو اخترنا المعادلة الثانية من النظام أي L minus W equals 3 بعد التعويض ستصبح هذه المعادلة كالتالي 8 minus W equals 3 لعزل المتغير W اطرح 8 من طرفي المساواة بعد التبسيط سنجد أن negative W equals negative 5 الآن للتخلص من الإشارة السالبة المصاحبة للنتغير W سنقسم طرفي المساواة على negative 1 بعد التبسيط سنجد أن W equals 5 إذن طول المستطيل 8 من السنتيمترات وعرضه 5 من السنتيمترات نصل الآن لفقرة حاول أن تحل صفحة 29 من الكتاب المدرسي وهذا نصها أوقفوا الفيديو أعزائي الطلاب وحاولوا أن تجيبوا على هذا السؤال شكراً على المحاولة وإليكم الحل لكن قبل ذلك كيف يمكنك أن تحذف أحد المتغيرين في هذا النظام؟ أحسنت يمكنك أن تضرب المعادلة الثانية في 3 لتحصل على الحد 3X في كل من المعادلتين ثم تطرح الناتج من المعادلة الأولى وبالتالي في الخطوة الأولى من الحل اضرب المعادلة الثانية في 3 لتحصل على المعادلة التالية 3X plus 6Y equals 24 وإذا أضفنا إليها المعادلة الأولى يصبح النظام مكون من هاتين المعادلتين لاحظوا الآن أن هذا النظام أصبح يتضمن حدين متساويين هما 3X في كل معادلة في الخطوة الثانية من الحل اطرح المعادلتين لحذف المتغير X لتحصل على 3X minus 3X equals 0 و-5Y minus 6Y equals negative 11Y equals negative 9 minus 24 equals negative 33 يعني أن negative 11Y equals negative 33 لعزل المتغير Y اقسم طرفي المساواة على negative 11 بعد التبسيط سنجد أن Y equals 3 في الخطوة الثالثة من الحل أوجد قيمة المتغير الآخر حيث يمكننا اختيار المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية الأصلية أو المعادلة المكافئة لها بعد الضرب في 3 لكن سنختار المعادلة الثانية الأصلية لأنها أبسط معادلة بعد التعويض عن Y ب3 سنجد أن X plus 6 equals 8 لعزل المتغير X سنطرح 6 من طرفي المساواة بعد التبسيط سنجد أن X equals 2 إذن الحل هو X equals 2 و-Y equals 3 إلى هنا نصل أعزائي الطلاب إلى نهاية هذا الدرس شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من الدروس المصورة في مادة الرياضيات للصف الثاني ترجمة نانسي قنقر